بالنسبة للمؤتمر الشعبي كان خطوة تصحيحية ضخمة لأن المؤتمر الشعبي أصلاً عندما انفصل عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم كان مؤسس على قضايا وكانت محددة بوضوح الغضايا المتعلقة بالحريات العامة أننا قبضنا الحريات العامة لمدة عشر أعوام فينبقي أن نبسيطها ثم الموضوع المتعلق بالحكم اللامركزي أن السودان بلد واسع ينبقي أن يحكم لا مركزياً فدرالياً أن تفسد فيه السلطات وأن تكون للولايات سلطات حقيقية الأمر الثالث المتعلق بالتحالف مع الحركات الجنوبية التي وقعت مواثيق معنا ثم خرجنا على هذه المواثيق فكانت هذه لحظة تحول كبيرة جداً في الحركة الإسلامية أنها عادت إلى المبادئ الأصولية التي تأسست عليها وهي الحريات العامة كما ذكرت بسط السلطة وتوزيع السروة واحترام الأقليات فالمؤتمر الشعبي في تلك اللحظة كان مؤسس على هذه القضايا فلذلك خرجت مع المؤتمر الشعبي مع أن السلطة كانت تريد كل أحد وكانت سلطة مقبلة على ازدهار كبير لأنه تدفق البترول في السودان ففي اللحظة التي كان يمكن أن نستمتع بها بثمارة السلطة اخترنا أن ننحاز إلى القضايا ثم بعد ذلك في 2015 كما ذكرت قدمت نقط لمسيرة المؤتمر الشعبي نفسه وقدمت نقط لحالة الإسلام السياسي في العالم كله وذكرت المقولة التي بادرت بها وأصبحت معروفة أن الإسلام السياسي قد يستنفذ أغراضه بهذا المعنى اشتركوا في القناة